بعد فرز نحو 92% من أصوات الناخبين لانتخابات الكنيسة الرابعة والعشرين يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيمين نتنياهو لا يزال بحاجة إلى مقعدين لتشكيل حكومة فيما تحتاج القوائم العربية إلى كسب ثقة جمهورها مجدداً للمرة الرابعة خلال أقل من عامين يفشل بنيمين نتنياهو بتأمين ما يكفي من المقاعد للبقاء بشكل منفرد في السلطة فحسب آخر النتائج حصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 59 مقعد من أصل 120 والمعسكر المناوئ له حصل على 56 مقعد ولم يتبقى سوى فرز المغلفات المضاعفة لإعلان النتيجة النهائية لكنه من غير المرجح أن تحسم المقاعد لنتنياهو حتى الآن معسكر نتنياهو يعد حوالي 59 مقعد هذا ليس ثابت باقي هناك حوالي 300 ألف صوت وهذه قد تغير نتيجة بمعنى قد ينتقل مقعد من معسكر نتنياهو إلى معسكر المضاد وهذا يضعف حضوضه ربما لكن لن يحصل على 61 هذا واضح بات في كل الإحصائيات الممكنة هذا غير ممكن وبالتالي الأزمة أعادت إنتاج نفسها ونتنياهو يعجز للمرة الرابعة عن تشكيل حكومة على الأكل الحكومة التي أرادها حكومة يمين يعطيه حصانة ويذهب معه في المسار الذي يريده أما الخلافات الداخلية ما بين الأحزاب العربية في الكنيسة وانشقاق القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس عن القائمة المشتركة بقيادة أيمن عودي قد أدت إلى تراجع كبير بأعداد المقاعد في الكنيسة ونسبة مشاركة العرب في العملية الانتخابية ففي آخر انتخابات حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعد من أصل 120 أما اليوم وبحسب المعطيات فقد حصلت القائمة المشتركة على خمسة مقاعد والقائمة الموحدة على أربعة مقاعد فقط هذه الانتخابات كانت انتكاسة للكائمة العربية المشتركة ولست العربي بشكل عام خسرت خمس مقاعد الأحزاب الصيونية التي تم كنسها في الانتخابات السابقة عادت وأخذت أصوات من الوسط العربي وهذا يعني مؤسف جدا وأيضا يعني الإقبال على التصويت نزل حوالي 10% كل هذه الأمور انعكست على قوة وتأثير قائمة العربية المشتركة وأضعفتها صح نتنياهو يعني كانت تشكل جسم مانع في وجهه وتمنع عن تشكي الحكومة وهذا لا زال لكن على المستوى العربي وعلى مستوى الانجازات التي نتباهى بها في الانتخابات السابقة للأسف كلها خسرتها وفي حال لم تمنح النتائج النهائية للانتخابات أغلبية 61 مقعد لبنيمين نتنياهو فإن الخيار الوحيد المتبقي هو التوجه لانتخابات خامسة ليتهربنا المحاكمة على قضايا الفساد المتهم بها من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة